مرحبا بكم في المقر دي الاتحاد المغربي للشغل لكي يعيش المناضلون والمناضلات في هذا الوقت جو دي الفرح والغبطة بمناسبة الانتصار ديالهم في الانتخابات دي المجلس المتشارين بحيث حصلنا على المرتبة الأولى لهاءة المأجورين أما عني التحالف الحكومي فهو تحالف طبيعي وعادي لتكوين الحكومة ونحن في الاتحاد المغربي للشغل لا نحكم على الأشخاص والتحالفات ولكن على السياسات والبرنامج الحكومي وعند الاستماع إلى البرنامج الحكومي شاء نتخذ الموقف اللازم غير لتذكير أول دستور دي المغرب في عام 1962 جاء بقانون تنظيمي للإضراب ولكن مع الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 1962 الاتحاد المغربي للشغل في مفهوم هذا القانون التنظيمي بالنسبة لكل الحكومات المفهوم دياله هو تكبيل هذا الحق الدستوري بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل ضمان الممارسة دياله في الحكومة بن كيران والحكومة ديال سعد ديل العتماني حاولوا تمرير هذا القانون بالقوة ولكن الاتحاد المغربي للشغل تصدى له أولا في الشارع بالمسيرات والإضرابات والاعتصامات ثم في مجلس المستشارين في محاولة أخيرة يا إيسا لسعد ديل العتماني بمحاولة البرمجة دياله فنحن في الاتحاد لسنا ضد قانون تنظيمي للإضراب لأنه يوجد في الدستور للبلاد ولكن أي قانون تنظيمي نحن مع قانون تنظيمي لضمان ممارسة هذا الحق الدستوري هذا الحق الذي يعد حق من حقوق الإنسان ألا وهو حق الاحتجاج ولكن أن تأتي الحكومة بمشروع بطرق ومساطر ملتوية وتدليسية لمنع هذا الحق نحن بالطبع سنبقى نناضل ونقاوم كيف مكانت الحكومة لونها وطعمها لا أظن بأن السي عاجيزة أخ النوش بالحكمة دياله بالرزانة دياله بالإيمان دياله بالمقاربة التشاركية وبالخصوص من اللي شفنا الحكومة السيد الذي عين وجير الشغل رجل يؤمن بالحوار لا أظن بأن السي عاجيزة أخ النوش سينهج ما نهجه بن كيران والعتماني مع الحركة النقابية ومع الممتلين المأزورين نحن في هذا الباب نطالب أن تكون مقاربة تشاركية أن يكون الحوار يكون التفاوض من أجل قانون تنظيمي متوازن هذا شغول الحكومة هذا شغولها باش في السياسات ديالها تدير هذا الرؤية الاجتماعية نحن من مطالبنا الأساسية وهو قيام مجتمع عادل ومتضامن وهذا هو اللي كان الشعار للمؤتمر ديالنا وتوزيع الخيرات ديال البلاد توزيع عادل فالآن الفوارق الاجتماعية فهي صارخة كمشة من المحدودين تستحوض على خيرات البلاد على حساب قاعدة واسعة من الشعب المغربي فمثلا على الحكومة من خلال الضريبة أن تعيد التوازنات وأن تعيد التوازنات لها مختلة أعطيكم مثال بسيط واش مجيز الوقت باش يتم هناك ويستنوا قانون عن التروة الآن الأجراء هما اللي كانت ضريبة عن الدخل بانتظام وبدون تمرس جبائي بينما كبار الملاكين والفلاحين الكبار وكبار الأترياء والأغنياء هناك تمرس جبائي بل يمكنني نقول لكم بأن الأجراء يؤدون ضريبتهم أكثر من البورجواجية أولا يجب التذكير بأن هناك عشرين مقعد لهيئة المأجورين أن هناك حداشر لائحة حزبية كانت تبارى على هذه المقاعد ولو أنها انتخابات مهنية محضة تهم الأجراء فأقحمت بعض الأحزاب السياسية نفسها في هذه الانتخابات من أجل كسب مقاعد في مجلس المجتشارين فبالنسبة لنا التمنيات المقاعد فهم مقاعد تمينة جدا لأننا حصلنا عليها وانتزعناها بعد واحد الجهد كبير وفي معركة انتخابية مع أحزاب سياسية كبرى في البلاد لها من الإمكانيات ومن اللوبيات الكثير فبالنسبة لنا فهي مقاعد أولا من صوته على العمال والعاملات والأجراء والذي يمتلونها والذي سيمتلونها فهم أجراء من صلب الطبقة العاملة هذا الوزير لم يعرف تاريخ المغرب في وزارة الشول مثل هذا الرجول شفتوني حبثت لأننا لم يريد أن نصنفه واحد صنيف اللي كي عبر ريمو اللي يمتكي باش كتشوف لهذا الوزير كان التدبير دياله لوزارة الشغل تدبير كاريتي سواء في الملفات الكبرى سواء في التعينات اللي هي تعينات حزبية الكفاءة ما موجوداش فيها وغد نحبس هنا لأن كتبق عليه الآية تلك أمة نقد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتهم ولا تسألون عن ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم والسلام عليكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه فلاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر